نروح للسولاية سولاية يمكن دكتور تامر أبو العنين يعني حطت لي برنامج خاص برنامج تأهيلي عمرو شغال على البرنامج ده أغلب الظن طبعاً هيكون بعيدة عن المشاركة في المباراة لو كان فيه مباراة والدليل النهاردة فيه كلام جديد فيما يتعلق بالمباراة لكن هنتأكد من فاروق لما نروح للنمسا عنده صبف العدلة الخلفية وتحط له برنامج علاجي عشان يتم تجهيزه للمرحلة اللي جاية والعيبة الأهلي كلها يمكن بتتمرن بشكل يومي بالقرب في واحد من الملاعب القريبة من فندوق الإقامة في النمسا ويمكن دكتور تامر أبو العنين كمان طبيب فريل أول أكد أنه سعيد جداً طبعاً بانضمامه لمنظومة النادي الأهلي وسعيد بشغله في القلعة الحمراء وأكد أنه انضمامه لجهاز الطبي بيمثل بالنسبة له شرف عظيم وأنه هيشتغل وهابز القصارة جهده عشان يكون عند حص نظام للجهاز الفني بقيادة مارسل كولر وفي تصريحاته يمكن قال أنه تخصصه الأساسي هو جراحات العظام والطوارئ والكسور والطب الرياضي درس في ألمانيا واشتغل فيها في عدد من المستشفيات الحكومية وعدد أيضاً من المستشفيات الجامعية ولما تم اختياره للعمل في النادي الأهلي كان بترشيح من الجهاز الفني بقيادة مارسل كولر وعمل اجتماعات مطولة معاه عشان يوصل لقلية العمل والأهداف المفترض أنه يشتغل عليها وتم الاتفاق والتنسيق على كل الأمور عشان يقدروا يوصلوا لصير التفاهم توضح طريقة الشغل بينهم في الفترة اللي جاي نتمنى لدكتور تامر كل النجاح واحد من أهم العمدة الأساسية داخل الجهاز الخاص بالفني الأول وشفته طبعاً وارتباطات الأهلي الموسم ده وعانينا يمكن إحنا ده على مدار موسمين من كثرة الإصابات مستشف النادي الأهلي كانت تقريباً شبه كامل عدد شفنا بقى الفارق مع وجود راحة سلبية شفنا الفارق مع القياسات البدنية والطبية أعتقد أنه الناس كلها حست بفارق كبير جداً في الموسم الأخير فنتمنى إن شاء الله التوفيق لدكتور تامر أبو العنين شكراً للمشاهدة